بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي أعزاء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أجمل ترحيب وأنا ألتقي بكم مجددا عبر تلفزيون العراق التربوي لنبدأ بحل أسئلة الاختبار التطبيقي الخاص بمادة اللغة العربية للصف الثاني المتوسط فأهلا وسهلا بكم الآن تعال معي عزيز الطالب لنستعرض مجموعة من الإجابات التي وصلت إلينا من تربيات البلاد المختلفة وكانت إجابات جيدة وتبعثوا على الارتياح نبدأ باستعراض الإجابة الأولى التي وصلت إلينا من الطالب نلاحظ هنا اسم الطالب والمدرسة والتربية التابعة لها هنا الطالب هو نصرة نصرة منير أحمد نصرة منير أحمد من الصف الثاني من مدرسة ابن كثير للبنين التابعة لتربية الشرقات نبدأ بإجابة السؤال الأول ما هو الاستثناء وما هي أركانه نستعرض إجابة هذا الطالب لنجد أنه قد قال هو إخراج ما بعد أداة الاستثناء من حكم ما قبلها هذا صحيح من طالبنا نصرة الشق الثاني من السؤال يقول وما هي أركان الاستثناء قال الطالب هي المستثناء منه والأداة والمستثناء وهذا صحيح إجابة جيدة من طالبنا نصرة نستعرض بعد ذلك إجابته عن السؤال الثاني قال فيه ما هو الاستثناء التام المتصل ذاكرا مثالا عليه قال الإجابة هو أن يكون المستثناء منه مذكورا في الجملة والجملة تكون إما مثبتة أو من فيه هذا صحيح من طالبنا أحسنت وذكر لنا مثالا قال أزهرت الحديقة إلا زهرة واحدة نعم هذا صحيح كان من الأفضل أن يضيف لنا الطالب ويقول في إجابته بأن المستثناء يكون جزءا من المستثناء منه لكانت الإجابة أفضل هذا فيما يخص السؤال الثاني الذي استعرضه لنا الطالب نبدأ باستعراض السؤال الذي بعده قال ما هو الاستثناء المفرغ؟ نلاحظ هنا إجابة الطالب نصرة منير أحمد من تربية الشرقات من مدرسة ابنه كثير التابع لتربية الشرقات قال ما هو الاستثناء المفرغ؟ اذكر مثالا الاستثناء المفرغ هو أن يكون المستثناء هذه طبعا إجابة الطالب الاستثناء المفرغ هو أن يكون المستثناء منه غير مذكور نعم صحيح والجملة منفية نعم هذا صحيح إجابة صحيحة وقد قدم لنا الطالب مثالا جيدا قال ما فاز إلا علي نعم مثال جيد وإجابة جيدة شكرا لطالبنا نصرة منير على هذه الإجابات الجيدة وإن شاء الله نتمنى له إبداعا وتفوقا دائمين نبدأ الآن باستعراض إجابة أخرى قد وردت من الطالب سامان هاني من تربية صلاح الدين من مدرسة ابنه كثير أيضا هنا بدأ الطالب بقوله تعالى وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول كيف يعرب كان السؤال يقولها كذا كيف يعرب ما بعد إلا معللا الجواب قال الطالب هنا يعرب مستثنى مرفوع وعلامة رفعه الضم هو طبعا مرفوع نعم هذا صحيح لكنه هل هو يعرب هنا مستثنى لا عزيزي يا سامان لو قلت بأنه خبر لكان أفضل وهو الإجابة الصحيحة التعليل هنا نقول لأن الاستثنى مفرغ وليس لأن الاستثنى تام متصل ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الآخر الذي قدم له طالبنا سامان قال حضر الطلاب إلى المدرسة إلا زيدا هذه جملة المطلوب منها ما نوع الاستثنى معللا أجاب الطالب قائلا بأن الاستثنى هو استثنى تام متصل نعم هذا صحيح وإجابة جيدة أما التعليل فقال لأن أركان جملة الاستثنى موجودة نعم والمستثنى هو جزء من المستثنى منه نعم إجابة صحيحة وجيدة من طالبنا ننتقل إلى السؤال الثالث هنا لدينا آية قرآنية قال تعالى لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثيمة إلا قيلا سلاما سلاما السؤال هنا يقول ما نوع الاستثنى معللا أجاب الطالب سامان قائلا بأن الاستثنى مفرغ هنا الاستثنى هو في حقيقة أمره هو استثنى تام منقطع يا طالبنا سامان ننتقل بعد ذلك إلى إجابة أخرى ننتقل بعد ذلك إلى إجابة من الطالب محمد فاضل عباس من ممثلية وزارة التربية في السليمانية قال الاستثنى هو إخراج ما بعد الأداة من حكم ما قبلها نعم هذا صحيح إجابة كانت هذه الإجابة تخص السؤال الأول الذي يقول عرف الاستثنى وما هي أركانه قال هو استخراج ما بعد الأداة من حكم ما قبلها نعم أركانه هي المستثنى منه والأداة والمستثنى نعم إجابة جيدة إجابة جيدة من الطالب محمد فاضل عباس ننتقل بعد ذلك إلى الإجابة الأخرى التي قال فيها بخصوص تعريف الاستثنى المتصل قال هو أن يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه نعم هذا صحيح والاستثنى المنقطع قال هو أن يكون المستثنى ليس جزءا من المستثنى منه نعم هذا صحيح وضرب لنا مثالا قال وصل الحاضرون إلا حقائبهم نعم هذا صحيح السؤال الذي بعده يقول عرف الاستثناء المفرغ ننتقل هنا إلى إجابة الطالب عن هذا السؤال قال عرف الاستثناء المنقطع قال هنا الاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثناء ليس جزء من المستثناء نعم هذا صحيح والسؤال الذي بعده عرف الاستثناء المفرغ قال في هذا السؤال قال إجابة هو أن يكون المستثنى منه غير مذكور نعم هذا أهم ركن في الاستثنى المفرغ وكذلك أضاف وتكون الجملة من فيه نعم وهذا بالضبط لكن ما يأخذ على الطالب محمد الجملة التي قدمها لنا قال ما قرأت المقالات إلا مقالة واحدة لو حذث كلمة المقالات لكان الأفضل بحيث يكون الاستثناء مفرغا لتكون الجملة هكذا ما قرأت إلا مقالة واحدة شكرا لك يا محمد على هذه الإجابات وشكرا لجميع الطلبة الذين شاركوا معنا في هذه الإجابات الآن أبنائي أعزاء الطلبة ننتقل إلى الأسئلة والأجوبة التي أعدت خصيصا للصف الثاني المتوسط عن موضوع الاستثناء نستعرض هذه الأسئلة مع إجاباتها نبدأ بالسؤال الأول الذي يقول هنا لاحظ معي عزيز الطالب السؤال ما هو الاستثناء وما هي أركانه؟ لاحظ معي عزيز الطالب هنا الاستثناء قلنا بأنه هو إخراج ما بعد أداة الاستثناء من حكم ما قبلها أركان الاستثناء للاستثناء ثلاثة أركان هي المستثناء منه أولا ومن ثم الأداة وتأتي بعد ذلك المستثناء ننتقل إلى السؤال الثاني والذي يقول ما هو الاستثناء التام المتصل؟ أنت تعرف عزيز الطالب بأن موضوع الاستثناء يضم بين طياته أكثر من نوع فالنوع الأول هو ما يعرف بالاستثناء التام والنوع الآخر هو الاستثناء المفرّض والاستثناء التام هنا يضم في طياته نوعين الأول هو الاستثناء التام المتصل الذي يكون فيه المستثناء جزءا من المستثناء منه والنوع الآخر الذي يكون استثناء تام منقطع والذي يكون فيه المستثناء ليس جزءا من المستثناء منه الآن نعود عزيز الطالب إلى الإجابات ووصلنا إلى السؤال الثاني الذي يقول ما هو الاستثناء التام المتصل ذاكرا مثالا عليه نقول هو أن يكون المستثنى منه موجودا في الجملة وأن يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه مثل جاء اللاعبون إلا واحدا لاحظ عزيز الطالب هنا الاستثناء هو تام متصل السؤال الثالث يقول ما هو الاستثناء التام المنقطع ذاكرا مثالا عليه نقول هو أن يكون هذه الإجابة تعود إلى السؤال الثالث هو أن يكون المستثنى منه موجودا في الجملة والمستثنى ليس جزءا من المستثنى منه مثل جاء اللاعبون إلا كرتهم هنا أتممنا الإجابة الخاصة بالسؤال الثالث ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الرابع والسؤال الخامس والذي يقول هنا السؤال الرابع ما هو الاستثناء المفرغ ذاكرا مثالا عليه نقول هو أن يكون المستثنى منه غير مذكور في الجملة والجملة تكون منفية مثل ما جاء إلا واحد نلاحظ هنا عزيز الطالب بأن الاستثناء بأن الاستثناء المفرغ يمتاز بقيدين القيد الأول أن يكون المستثنى منه غير موجود في الجملة والقيد الآخر أن يكون الكلام منفيا أما بالنسبة للإعراب فإن هنا لا نقول عنه مستثنى بل هو يعرب بحسب موقعه من الجملة ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الخامس الذي يقول متى تكون أدات الاستثناء أدات حصر ملغات متى تكون أدات الاستثناء أدات حصر ملغات إذا كان الاستثناء مفرغا طبعا في حالة الاستثناء المفرغ تكون الأداة أداة حصر أو أداة استثناء هنا ملغات السؤال السادس يقول ما هو الفرق بين الاستثناء المفرغ والاستثناء التام عزيز الطالب للإجابة على هذا السؤال ننتقل إلى الإجابة التي تقول الاستثناء المفرغ هنا لاحظ معي عزيز الطالب الاستثناء المفرغ هو أن يكون المستثناء منه غير مذكور في الجملة والجملة تكون منفية مثل ما المتنبي إلا شاعر هنا استثناء مفرغ الاستثناء التام عزيز الطالب هو أن يكون المستثناء منه موجودا في الجملة وهو على قسمين متصل ومنقطع وكما قدمنا للموضوع قبل قليل بخصوص كلامنا عن أنواع الاستثناء قلنا بأنهم أن يكونوا متصلا أو يكونوا استثناء تاما أو مفرغا والاستثناء التام يحتوي على نوعين هما تام متصل وتام منقطع ننتقل بعد ذلك إلى السؤال السابع والذي يقول قال تعالى وما محمد إلا رسول هنا هذه الآية المباركة المطلوب هو كيف يعرب ما بعد إلا معللا لحظ هنا عزيز الطالب كيف يعرب ما بعد إلا معللا نقول رسول وهي الكلمة الواقعة بعد إلا نقول هي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره العلة هنا في هذه الإجابة نقول لأن الاستثناء هنا مفرغ ننتقل بعد ذلك عزيز الطالب إلى سؤال آخر مع إجابة أخرى وهو السؤال الذي يقول حضر الطلاب هنا السؤال يقول لاحظ معي عزيز الطالب حضر الطلاب إلى المدرسة إلا زيدا ما المطلوب من هذه الجملة؟ ما نوع الاستثناء معللا؟ ما نوع الاستثناء؟ نقول الاستثناء هنا هو استثناء تام متصل تام متصل وما ذلك إلا لأن أركان الاستثناء موجودة فضلا عن كون المستثناء هو جزء من المستثناء منه نقول استثناء تام متصل لأن المستثناء منه موجود والمستثناء جزء من المستثناء منه ننتقل بعد ذلك عزيز الطالب إلى السؤال التاسع والذي يقول هنا لدينا آية مباركة قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما ما المطلوب من هذه الآية المباركة؟ لدينا هنا يقول ما نوع الاستثناء معللا؟ ما نوع الاستثناء معللا؟ نقول بأن الاستثناء هنا هو استثناء تام منقطع أما العلة من ذلك لأن المستثناء منه موجود فضلا عن كون المستثناء ليس من جنس المستثناء منه هذا التقديم الذي أردناه لك عزيز الطالب يخص مجموعة من الأسئلة وأجوبتها الخاصة باختبارات الصف الثاني المتوسط متوسط ننتقل بعد ذلك إلى السؤال العاشر الذي يقول لاحظ معي عزيز الطالب هنا السؤال العاشر أيضا يخص نوع الاستثناء لاحظ معي عزيز الطالب قال تعالى ما لهم به من علم؟ السؤال العاشر إلا اتباع الظن المطلوب هو ما نوع الاستثناء؟ ولماذا؟ نقول هو استثناء تام منقطع لأن المستثناء منه موجود وكذلك المستثناء ليس جزءا من المستثناء منه ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الأخير من أسئلتنا الذي يقول سم من ما تحته خط في الجملة التالية مختارا ذلك مما بين القوسين لدينا الجملة الأولى قال تعالى وما محمد إلا رسول ما نوع الاستثناء؟ هنا استثناء مفرق لاحظ عزيز الطالب جعلت الإجابة باللون المغاير وهو اللون الأحمد خرج اللاعبون إلا واحدة هنا نقول استثناء المستثناء منه الذي تحته خط هو المستثناء منه النقطة الثالثة لا يخون الوطن إلا جبان هنا الخط تحت إلا نقول بأنها أذات حصر زرت مدن العراق إلا البصرة هنا الخط تحت كلمة البصرة وهي المستثناء ما بعدها قرأت الجريدة إلا الصفحة الأخيرة هنا الخط تحت جملة كلها إذن هي استثناء تام الآن قاربنا على انتهاء الوقت الخاص بهذا الأسئلة التي أعدت لكم أبناء أعزاء الطلاب والخاصة بموضوع الاستثناء حتى نلتقي بكم مجددا نترككم في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة